في خطوة جديدة أعلن بها المغرب إنهاء وجود عناصر عصابة البوليساريو الإرهابية في العديد من المناطق العازلة خلف الجدار الأمني بالصحراء أكد السفير المغربي في هولندا عبدالوهاب البوقي خلال تمثيله للمملكة في النسخة التاسعة للشماع الدول الأطراف في اتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد التي تختتم اليوم الجمعة بمدينة لهاية أن الريباط أذلت أكثر من 3300 لغمة من المنطقة كانت قد وضعتها العصابة الانفصالية وأورد باللوقي أن المغرب أذلت 3316 لغمة من الصحراء الشرقية خلال الفترة الممتدة ما بين التاسع نوانبر 2020 والخامس يوليوز 2021 وهي الفترة التي تصادف العملية الميدانية للقوات المسلحة الملكية في القرقرات يوم التالت عشر نوانبر 2020 والتي تلاها فرد تغييرات على الجدار العازل شمل منطقة تويذغي في الصحراء الشرقية حيث جرى دفع الجدار عدة كيلومترات باتجاه الحدود مع الجزائر لفرد ثيطرة أكبر على المنطقة العازلة هناك وأوضح الثفر المغربي أن أغلب الألغام التي أذيلت خلال الفترة المذكورة كانت مضادة للأفراد بواقع 2931 لغمة بالإضافة إلى 262 لغما مضادة للدبابات أما خلال المدة ما بين فاتح يناير 2014 وال31 أكتوبر 2021 فإن الفرق المتخصصة في إذالة الألغام رثدت أو أذلت ما يقارب 97 ألف لغمة منها نحو 50 ألف تستهدف الأفراد واستطاعت المملكة تطهير ما يقدر 6000 كم مربع بالكامل بواسطة 400 فريق متخصص نفذ 1111 تدخلنا ووفق بلوق فإن الألغام التي زرعها مسلحة عصابة البوليسار الإرهابية منذ حرب الصحراء تسببت في الكثير من المآثي إذ خلال الفترة ما بين 1975 وإلى ما تم الشهر الماضي من السنة الجارية سقط 2707 أشخاص ضحايا انفجاراتها من بينهم 813 فقدوا حياتهم وذلك رغم أن الحرب انتهت بتوقيع قرار وقف اطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة سنة 1991 مبرزا أن عصابة البوليساريو يتعمدون وضع المتفجرات بشكل عشوائي لرفع تعداد الضحايا وفي خبر آخر أكدت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في الصناعات العسكرية أنها توصلت بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي باتريوتا التي تعد الأكثر كفاءة في العالم حيث سيتم تسليمها على الرباط في 2022 وهي الخطوة التي تؤكد بها واشنطن عمليا التذامها بالأتراف بمغربية الصحراء إذ يرتقب أن تقوم المملكة بنشر منظومة الثواريخ في الصحراء خاصة على الحدود مع الجزائر بالصحراء الشرقية التي تأتي منها تهديدات عصابة البوليساريو الإرهابية وسيتسلم المغرب هذه المنظومة رفقة خمس دول عربية أخرى هي المملكة العربية الثعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين إلى جانب دول أخرى من أوروبا وآثيا مثل ألمانيا وهولندا والثويثرا والثويد والنرويج وبولندا ورومانيا واليابان وكوريا الجنوبية والطايوان علما أن الرباط كانت قد أتمت اتفاقها مع المورذين الأمريكيين في 2020 وفي دوجنبر من سنة 2020 أكدت وزارة التجارة الأمريكية بشكل رسمي أن الصفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين المغرب والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوية باتريوتا القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والثواريخ الباليستية وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الرئيس السابق دولاند ترامب لكنه كان يحتاج لموافقة وزارة الدفاع البنتاجون لإتمامه والتي تغيرت بقدوم الرئيس الحاليد جو بايدن والتي وافقت على الصفق رسميا اجتمع مجلس الأمن الوطني الجهاز الأعلى لمناقشة القضايا الأمنية الكبرى في إسبانيا يوم الخميث للمرة الأولى منذ التاثع مارس الماضية من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي لا يمكن لرئيس الحكومة ووزرائه اتخاذ قرارات بشأنها دون استشارات واسعة وعلى رأسي قضية مدينة ثبت وامليليا التي ترى مدريد أنها تتعرض لتهديدات من المغرب سواء عبر المطالبة بالسيادة عليهما أو خنقهما اقتصاديا أو وصول المهاجرين الثريين من أراضيه إلى هاتين المدينتين وللمرة الأولى منذ 22 يونيو 2020 ترأس العاهل الإسباني فليبي السادس هذا الاجتماع الذي احتضنه القصر الملكي في مدريد رغم كونه رئيسا شرفيا لأن الرئيس الفعلي هو رئيس الحكومة أي بيدرو سانشيز حاليا وهي خطوة يجري اللجوء إليها عادة حين تكون القضايا التي ستناقش على درجة كبيرة من الحساسية وتحتاج لرأي الملك أيضا على غرار الاجتماع ما جرى عند مناقشة لأول مرة الوضع الوبائي عقب انتشار جائحة الكورونا قبل عامنا وخمسة أشهر ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن المجلس ناقش الاستراتيجية الجديدة للأمن الوطنية الإسبانية التي ساغى مسودتها الجنرال ميجال أنخالة رئيس المديرية العامة للأمن الوطنية والتي ضمت خطة أمنية شاملة تهم مدينتي الثبتة ومليليا وهي نفسها التي كان قد أشار إليها إيفار ريدوندو المدير السابق لديوان رئاسة الوزراء أمام البرلمان الإسبانية في مايا الماضية بعد دخول الآلاف من المهاجرين الغير النظاميين إلى الثبتة عبر الجانب المغربي من الحدود ويأتي عرض الاستراتيجية على مجلس الأمن القومي كخطوة أخيرة تسبق طرحها على المجلس الحكومي برئاسة سانشيذ في دجنبر المقبل لتبنيها لكن هذه الخطوة تمت بعدما يناهز سنة من الانتدار إذ احتاجت الحكومة التي يقود الحزب الشراكي العمالية إلى الوصول لتفاهمات واسعة بخصوص مضمونها مع الحزب الشعبية الذي يقود المعارضة البرلمانية والذي يرأى ثخوان فيفاث المنتمي إليها الحكومة المحلية لثبتة وتأتي هذه الخطوة التي لم يجري الكشف عن تفاصيل مضامينها بعد ضغط كبير من حكومتي ثبتة ومليليا المتمتعاتين بحكم داتية على الحكومة المركزية من أجل إنقاذ المدينتين التي خنقتا اقتصاديا بسبب قرار المغرب وقف عمليات التهريب المعيشية على حدودهما وتجديد الرقابة الجمركية على مشاريات الثياح المغاربة ثم إنشاء مشاريع اقتصادية منافسة لهما على غرار المنطقة الاقتصادية في مدينة الفنيدق وميناء النادور غرب المتوسطة قبل قرار إغلاق الحدود البرية معهما في 13 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا مع رفض فتحها إلى اليوم وأضحت حكومتاء المدينتين إلى جانب هيئة سياسية إسبانية وفي مقدمة حزب فوكس تحدر من التهديدات المغربية أيضا بعد تصريحات رئيس الحكومة المغربية السابقة سعد الدين العثمانية التي قال فيها إن المغرب يعتبر سبت وامليلي أراضي مغربية شأنها شأن الصحراء تم عقب وصول الألاف من المهاجرين الغير النظاميين إلى سبت بعد شهر واحد من سماح إسبانيا لزعيم عصابة البوليساريو بدخول أراضيها بشكل سرية وبوتائق هوية مزيفة ويتكون مجلس الأمن الوطنية إلى جانب الملك ورئيس الوزراء من تسع عضاء في الحكومة من بينهم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والاقتصاد وكاتب الدولة لشؤون الأمنية ورئيس هيئة أركان الجيش الإسبانية والمدير المركزية لجهاز المخابرات وقد جرى تأثيث سنة 2013 وترأث الاشتماع الأول له العاهلة الإسبانية السابقة خوان كارلوس الأول وقانونيا يوجب أن يشمع مرة كل شهرين على الأقل لكن عرفيا يشمع كل ما رأى رئيس الحكومة ضرورة لذلك ترجمة نانسي قنقر